هيا كمان من دعاست ولا اختار حاجة من الحاجات الكتير عشان الوقت راح تمانية واندى سبعة كانوا سبعة اه من ايه من عشكوة تاني اختار ايدا مش هولا كان اه 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 ام يمكن من ضمن الحاجات الطريفة جدا انا كريم ونعرض وحن نتكلم عشر وقت ان فيه تشابه ما بين مودست و جيرالدو مودست و جيرالدو مين؟ مودست و جيرالدو اه 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 بص هنا ده الهدف بتاع نهارة طبعا مش شي عادي الهدف ده كان يا كريم في نهاية الديئة سبعة وتسعين يعني في الدقيقة تمانية وتسعين بحلو هتلي بقى الهدف التاني على طول اللي كان بالمناسبة واحد من الاهداف او واحد من اهم الاهداف اللي حزمت الدوري صعب جدا في التوقيت ده للنادي الاهلي امام سموحة وهسأل وحتم نتكلم هسأل الناس على ثلاث اوجه للتشابه هتلي بقى الجون التاني على طول بتاع بتاع جيرالدو في سموحة ده الهدف ديئة كاما كريم سبعة وتسعين سبعة وتسعين كمل كملها 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 سبعة وتسعين قبل ما تقفل الديئة تمانية وتسعين كان سجل جيرالدو الهدف طب ايه اوجه التشابه واحد في واجه تشابه الرابع نسيبه للناس واحد انه النهاردة والهدف ده كان حداشر مايو في نسخة الدوري امام سموحة اتنين ان الهدفين في الديئة تمانية وتسعين ثلاثة انه كان هدف حسم النقاط الثلاث ليه النادي الاهلي ايه بقى الحاجة الرابعة انه وقتها الاهلي كسب الدوري لا انه وقتها جيرالدو ماشي ومتستيبش فلنمشي بالنادي الاهلي فكرة انه ده ماشي وده ماشي ده هدف حسم الدوري حدف من اهداف حسم الدوري للنادي الاهلي كان قريب جدا من امام لو جيرالدو جنبون ومشي التلاتة الاولانين انهما خادوا ثلاثة مقاطل للنادي الاهلي انهما في نفس اليوم وفي نفس الدقيقة جين انت على مودست برده يا أخي لا أنا لو كان معنا وقت كنت جبت الميديو بتعام مودست النهار حاجة أخي ده شاب لو هنتكلم عن فكرة إهضار الأهداف الغير مبررة والرعونة اللي يتعامل بها لعبة النادي الأهلي سواء كهرباء سواء بيرستاء وسواء مودست قدام الترجي انت كده بتهزر لو هتضيع كم الفرص لو نجيب الأهداف حتى اللي ضعي النادي الأهلي ونلعب بيها وإحنا بنتكلم لو هتلعب كده قدام الترجي ويجي لك كم الفرص ده وتتعامل بالطريقة دي قدام المرمى يبا انت بتهزر وانسى بطولة أفراكي عشانت مش هجي لك فرص كتير كمان قدام الترجي انت المتشاطل زي كده الفرصة اللي هجي لك وحنقول انت محتاج اللعاب اللي بيسجل من نص فرصة لكن انت مجي لك كم الفرص دي وتتعامل معها بالطريقة دي يبانت هتيجو قدام الترجي خلاص يبانت تنسى بطولة أفريقيا وما تركز على البطولة لو أنت ستتعامل كده لكن التركيز لازم يكون أعلى من كده مع لعبة النادي الأهلي سواء في المباراة اللي هناك أو المباراة اللي هنا لكن المباراة البلدية تتحمل بطولة الدوري تتحمل أنت تخسر الملكات ترجع تعود تاني لكن مباراة نهائي أفريقيا من مطشين زهاب وعودة تضيع كم الفرص دي أعتقد أن النادي الأهلي يكون موضوع الصعب عظيم لأ آخر حاجة تعاليها أنا قاله شاب ناس كتير كان بتتكلم على أنه النادي الأهلي قدم مباراة الأهلي ما قدمش مباراة هي أبدا الأهلي ضيع فرص كتير جدا جدا ودي نقطة سلبية لكن الشق الإيجابي أنه في ظل صعوبة الملعب التاريخية للنادي أهلي وده كان نقطة من دول الحاجات التي تتكلم عليها ملعب صعب جدا أمام النادي الأهلي باختلاف الأجيال الأهلي ضيع سبعة جوالة نهاردة سبعة جوالة كريم فرقة ضيعات سبعة جوالة فعندها شيء سلبي في إضاءة الأهداف لكن عندها شيء إيجابي أنه في ظل التكتل الدفاعي ده وفي ظل الشكل ده قدر النادي الأهلي النهاردة أنه يسجل هدفين ويضيع سبعة جوال منهم هدفين ملغي بشكرك جيمي شكرا جزيلا شرفت نهارد شاب شرفت نهارد شكرا جزيلا نهاردة كان يوم الأهلي بكرة بإذن الله يكون يوم الزمالك قدام نقطة البركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية حلقة بإذن الله يكون فيها سعادة وفرح صالح نادي الزمالك ممثلنا في بطولة الكونفدرالية الأفريقية إن شاء الله بإذن الله بكرة تكون نتيجة تريحنا قبل مباراة العودة الأسبوع القادم إن شاء الله ختم حلقتنا النهاردة من رقم عشرة يا رب تكون استمتعتم معنا أشوفكم يا رب على الفترة